موسيقى من جبل الزيتون الذي يطلع البلدة القديمة أرشليم القدس أحداث صلب وقيامة المسيح ما زلنا في الأسبوع الأخير الأسبوع اللي غير وجه التاريخ واليوم رح أركز على المعجزات اللي حدثت عند صلب يسوع المسيح صلب يسوع المسيح وكان مصلوب بجانبه للصين على اليمين واليسار أيضا لكن صلب المسيح كان مميز بيختلف أولا لتتميم النبوات نبوات كثيرة يعني المسيح على الصليب تمم نبوات عديدة وهذا اندل على شيء بدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها وأنه كلمة أو حرف واحد من كلامه لا يسقط شيء آخر على الصليب اللي بحب ألفة الانتباه أنه مات المسيح في اللحظة المعينة في التوقيت الصحيح قبل المغيب يعني قبل يعني بالوقت اللي لازم يأكله أو يبتده في الفصح قبل الدخول إلى السبت وهذا مهم جدا الكتاب يقول عن يسوع هو ذا حمل الله وأيضا يقول عنه هو فصحنة فخروف الفصح بحسب خروج 12 لا تكسر ساقيه وأيضا لم يكسروا ساقي الرب يسوع المسيح شيء آخر أنه ممتش إلا لما تمت كل النبوات أخيرا قال أنا عطشان وقال هذه العبارة قد أكمل طبعا نكس الراس أسلم الروح كان ممتش المسيح قبل فوات الأوان ولا لحظة بعد فوات الأوان لكن في التوقيت الإلهي في التوقيت المعين وهذا اندل على شيء بدل سياته وسلطانه على كل الأحداث لأنه هو الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها فكل الموضوع كان المسيح بيقوم فيه لتتميم مشيئة الآب ترجمة نانسي قنقر